في الفترة الاخيرة زاد الكلام على فيتامين دال وعلى تحليل فيتامين دال نعمله ولا ما نعملوش التحليل غالي هل فيتامين دال مهم فعلا للجسم ولا مش مهم تعالوا مع بعض نعرف كل حاجة عن فيتامين دال وتحليل فيتامين دال فيتامين دال ده فيتامين مهم جدا عشان بيساعد على انتصاص الكالسيوم من الامعاء بتاعتنا لما ناكل اكل فيه كالسيوم اللي بيخلي الكالسيوم يمتص بشكل كويس هو فيتامين دال ففيتامين دال مهم جدا عشان تنظيم مستوى الكالسيوم والفوسفور في أجسامنا وبالتالي الحفاظ على صحة وكسافة العظام بتاعتنا وعشان كده لقوا ان الناس اللي عندها نقص فيتامين دال بشكل مزمن لقوا انه بيحصل لهم ساعات هشاشة عظام كسور متكررة في العظام ممكن تقوس الساقين عند الأطفال وممكن الكساح كمان عند الأطفال كمان آلام العظام بشكل عام وآلام العضلات كمان بيبقى ليها علاقة بنقص فيتامين دال الشعور بالإرهاق الدائم والشعور بالإكتئاب وكمان لقوا ان نقص فيتامين دال لعلاقة بأمراض القلب والأوعية الدموية وكمان تساقط الشعر وحاجات تانية كتير بسبب فيتامين دال لما جوم عملوا إحصائية كده أو دراسة لقوا ان أكتر من 50% من الناس عندهم فعلا نقص في فيتامين دال وده بسبب اللي تتعرض لضوء الشمس الناس بقت تشتغل في المكاتب ما بقوش عمال يدويين زي زمان فالتعرض للشمس قل كتير كمان استخدام واقيات الشمس الناس اللي بتحط سام بلوك على البحر والحاجات دي كل ده بيقلل من الاستفادة بضوء الشمس ومن فيتامين دال كمان الأطعمة اللي احنا بنأكلها لأوا ان هي فقيرة جدا بفتامين دال فيتامين دال موجود بشكل كبير في الأسماك الدهنية زي السالمون وزي التونة لكن باقي الأطعمة فقيرة جدا بفتامين دال كمان الناس اللي عندها أمراض كبد وأمراض كلا ده برضو بيأثر على نسبة فيتامين دال في جسمهم وكمان التقدم في العمر الهدوية برضو ممكن تسبب نقص فيتامين دال وبالنسبة للأطفال الرضع لقوا ان لبن الأم هو كمان فقير جدا بفتامين دال عشان كده التوصيات بتقول ان لازم الأطفال الرضع ياخدوا فيتامين دال زي ما هنقول بعد شوية عشان كده قبل ما نتكلم عن تحليل فيتامين دال في توصيات أو آراء بتقول ان الناس كلها عموما ممكن تاخد فيتامين دال بجرعات وقائية بدون تحليل حتى زي مثلا الأطفال من عمر يوم لعمر سنة لازم ياخدوا فيتامين دال ربعمية واحدة دولية كل يوم ربعمية واحدة دول زي النقط اللي هي فيدروب ياخدوا كل يوم أربع نقط من سن سنة لسن 18 سنة المفروض ياخدوا مرة واحدة كل يوم ستمائة واحدة دولية اللي هي ست نقط من الفيدروب مثلا لو أكتر من 18 سنة فالمفروض ياخد ألف واحدة دولية اللي هي عشر نقط من الفيدروب أو مثلا أكراز زي الدفاليندي المصري مثلا اللي هو تركيزه ألف كل يوم قرص واحد ده من غير تحليل ومش محتاج متابعة ونادرا ما يعمل زيادة نسبة فيتامين دال في الجسم لكن في ناس لازم عمل لهم تحليل فيتامين دال زي مثلا واحد كل شوية يحصل له كسر في دراعه أو في أي منطقة في جسمه زي واحد جينا نعمله بالصدفة أشيعة عادية اكس ري لقينا في كسافة العظام قليلة الناس اللي عندها آلام في جسمها عموما وآلام في العضلات وما تشخصتش مش عارفين تشخصهم إيه الناس اللي وزنها زيادة وعندها سمنة فالناس دي يفضل ان احنا نعمل لها تحليل فيتامين دال اللي هو التوتال هيدروكسي فيتامين دي والنتيجة بتاعته بتكون لو أقل من 10 نانو جرام لكل ميلي لتر فده معناه عجز شديد ولازم العيان ده ياخد فيتامين دال بجرعات كبيرة زي ما هنقول بعد شوية لو من 10 ل 20 فده بيبقى نقص بصير في فيتامين دال من 20 ل 80 فده طبيعي فانت لو عملت التحليل ده لعيان وطلع عنده نقص في فيتامين دال وعنده أعراض خاصة بفيتامين دال في الحالة دي بنتدي له فيتامين دال تعويدي بجرعات كبيرة شوية فاحنا بنتدي له قرص القرص ده بيكون 50 ألف واحدة دولية كل أسبوع قرص واحد لمدة شهرين وبعد كده بنمشي على الجرعة زي الجرعة الوقائية اللي هي من 1000 أو 2000 وحدة دولية يوميا ونعيد التحليل بعد فترة عشان نتأكد ان فيتامين دال وصل للمستوى المطلوب عنده طبعا بالإضافة لتصبيت حياته ان يتعرض للشمس شوية ويأكل الأطعمة الغنية بفيتامين دال ويمارس الرياضة وهكذا وفي النهاية أحب أشكركم اشتركوا في القناة وعمل لايك وشير وشكرا لكم